السلام عليكم أهلا ومحبوبكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمر والطالع لا تنسوا أنها قراءات عامة ومعامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو قليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك لا تنسوا لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطالع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا أتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب أتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخلوها مدامت تريد أن تتكلم القراءة فلنتركها خلوها هنا يعني عزيزي برج الحود آآ في هذا الشهر أنا أرى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الرطب الشهري إذا كنت يعني كتشتغل إذا كنت تعمل وخا يعني مال إضافي أنا أرجو إكسترا وخا آآ هو آآ يعني هذا المال هو أعضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما أنت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك إن شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا المواصل هذه حتى هي تريد أن تتكلم فتعالي معي الجمعية هذه كذلك تريد أن تتكلم نعم طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم آآ يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني آآ تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغيطوا اضعافوا مزيان مزيان اذا نرى ما هي طاقة المرتبطين فهذه بغض تهضر عزيزتي بالنسبة للمرتبطين أنا أرى أنك أحيانا تشك في الحبيب لأنه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لأنه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك أنت يراك أنت بحل إنسان مقدس يراك يعني أنت إنسان يعني في الأعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحل إلا أنت جالسة في العرش هو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة ويحس أنه لا يمكنه إعطاؤك ما تستحقه إذن أسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني أسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الأشياء التي تفكر فيها أنت وخا يعني البعض منكم أنا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم آآ لديكم علاقة آآ في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر وبالبعض ما هناك يعني أحدكم يعني مرتبط أو متزوج لكن آآ البعض منكم بنسبة للمرتبطين ما زلتوا مع المرتبطين عندكم آآ علاقة في السر وأنا أتكلم مع الرجال والنساء دائما ما تنسوجوا أنا قراءاتي معامة ما تتكلم على النساء والرجال والمزوجين والكل وخا لنوصل نحن ما زلنا مع المرتبطين آآ قلنا أن المرتبطين البعض منكم هناك شك لأن الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة والبعض الآخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون أعلاقة في السر نعم وأنت تحتاج آآ آآ تحتاج لأن يعني لأن يوضحها لك يعني ما مصر هذه العلاقة يعني عييت عييت انت يا وماذا سيفعل بالطرف الآخر وخا والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية و آآ آآ نارية وخا بالنسبة للمرتبطين طاقة نعم ترابية و نارية وخا بالنسبة للمرتبطين و الآن سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب أنا يعني أنا بالنسبة للعزب هاتي بغير تهضر نخلوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان المطلقون والآرامين كذلك أنا يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي وخا يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست ليست لديهم علاقة كان مطلقون أو أرامل كانوا أرامل أو كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتون يا وخا اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب يعني خليوني نركز شوية عزيزي آآ العازب كنت مطلقا أو أو كنت أرمالة أو عازبة أو عازب أنا أتكلم مع الرجل والنساء من جديد كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك أبدا لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان وخا ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان سيرفضون لكن هذا الإنسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الآن لا هذا الإنسان سيعود ويعني ويريده بداية معك والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفه إن لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك محتاج حجم آهد الإنسان لكن كتعرفه من الماضي ولم تجمعكم أي علاقة ويريده الآن بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب آآ ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن أرى أن يعني أنتم ربما سترفضون هذا الإنسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن أنت سترفض هذا الإنسان سترفض هذا الإنسان لا أدري لماذا لكن أنت يعني أرف يعني طاقتك هي الكبرية ولا تريد حتى رؤية هذا الإنسان مهم شرحه لانتماء لأني يجب أن أتابع القراءة وخة لكن هذا الإنسان يريد أن ينهيب لك حب وأنت لا تريد حتى رؤيته حتى وإن كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتماء التعليقات ماذا يحدث لأني لا أفهم لا أفهم لكن هذا ما يقوله أفتروه هذا الإنسان معجب يعود من البعض لكن أنت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والآن لنرى ما هي انتقد المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين وخة بالنسبة للمنفصلين العزيزتي أنت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني أنت طاقتك هي تعول إرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى التنفس لا يمكنك حتى التنفس وأن تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني أن تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني خزن وبكاء يعني كتسب الباب عليك وكتبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد نعم وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزت في صمت أتذكر أني لم نسيت ما قلت طاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخة طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك أو سرطان وهوائية دلو ميزان وجوزاء أخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا أن طاقتك بالنسبة نحن دبا معها المنفصلين طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في صمت تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر أحد بهذه المشاعر لا تخبره أحدا يعني كتخفيها غير الرازق نعم هذا يعني هذا الحزن الكبير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه أنت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الإنسان يعني سبطة نرمال هذا غير عادي يعني هذا الإنسان ظلمك بزاف نعم أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى أي نتائج لم ترى أي نتائج آآ يعني إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وآآ ظلم نعم أنت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب الليلة النهار طرح أنه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش كنقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليها ما تضحكوش عليها يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس بسبب هذا الآلم والآن بدأت أنت تركز تركز يعني أنت تصرفت بحل مجنون أنت يعني هذه الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلكها تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الأمبراطور تريد أن تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الأمبراطور تريد أن تكون أنت أمبراطور حياتك يعني أنت من يسيطر على حياتك وليس هذا الآلم وهذه المشاعر التي يعني ما تريدك حتى لشيء براسة فقط للركاء والحزن وخا يعني كانت تؤثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكانت تؤثر معكم بزاف وخا إذا لنظر الآن ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل هو هو كذلك يحبه لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني نعم دبا نشرح لكم أنت طاقتك الآن هي التغيير ماذا يعني ذلك؟ يعني الاختفاء أنت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى لماذا؟ لتدافع عن نفسك نعم هذا كارت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلاً يعني بدأت تحب نفسك قليلاً وماذا سيحدث مع هذا الحبيب؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث هذا الحبيب؟ سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لأنك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كي ينزل المعنويات دياله يعني هذه النية العاشق من جديد نعم لماذا؟ لأنه هو دائماً واثق أنك هناك دائماً هو دائماً هناك يفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لأنه يعرف أنك دائماً تنتظره مثل كما أقول دائماً مثل ماء البئر يعني هو عندما كيعطش عندما يعطش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والآن أنت صرت آآ مثل النهر يعني ماء النهر الذي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا صبح الله العظيم شوفوا يعني أنا أقشعر يعني شوفوا شغادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل أكيد لماذا؟ لأنه يتألم ذكرت المشاعر والمعنوية دياله لأنك لست هناك ماذا سيفعل العربة؟ سيتصلوا بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة للطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك دولة سيقنون سيقنون رد 꿈